اشتركوا في القناة وتفعيل الجرس ودعمنا بلايك استخدام برنامج سكنر للحصول على صورة واضحة جدا جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا احنا شفنا بالامتحانات بالامتحانات ومنجينا نسحب الأوراق طلعت الأوراق بهذا الشكل الأوراق سودة ليش الأوراق سودة؟ ليش؟ لأنه الطالب ما مستخدم برنامج سكنر إذا ما تستخدم برنامج سكنر الصورة ماتك دائما من نسحبها تكون بهذا الشكل كلها سودة عبارة عن قطعة سودة الإجابات ما واضحة وممكن تكون السودة بعد أكثر وحنا شفنا أوراق سودة بالكامل بهذا الشكل إذا ما تأخذ الصورة ماتك بسكنر فحتى تضمن حقك إنه الصورة تطلع واضحة يجب أن تستخدم برنامج سكنر لاحظ هاي الإجابة هاي الإجابة طالب مستخدم برنامج سكنر طلعت بهذا الشكل واضحة احنا سوينا أكثر من فيديو على إنه شون تستخدم برنامج السكنر عندنا اليوم برنامج بسيط جدا اسمه كلير سكنر هذا البرنامج يحفظ لك الصورة في المعرض يحفظ لك الصورة في المعرض بعد ما تستخدم البرنامج ماكو داعة حول البي دي اف مباشرة ترفعها على الموقع ماتك وراح تطلع واضحة بهذا الشكل نجي على البرنامج هذه الإيقونة ماتة كلير سكنر نضغط عليها بعد ما ضغطنا على الإيقونة تطلع لنا بهذا الشكل عندنا خيارين إما عندك أنه تجيب الصورة من داخل المعرض ونضغط صح لاحظوا شون حول الصورة من صورة سودة إلى صورة بيضة واضحة من راح تجي من راح نجي نسحبها راح تكون واضحة جدا حتى يقدر الأستاذ يقدر يصححها بكل بساطة ويضغط صح إذن خزناها هنا نريد نحفظها داخل المعرض الميزة اللي موجودة بهذا البرنامج إنه يحفظ داخل المعرض حفظ إلى المعرض نقولها موافق إن حفظت داخل المعرض الطريقة الثانية صورة لاحظ أي نارة موجودة بالغرفة نارة جدا قليلة بالغرفة نضغط على لاحظ طلعت إنه حدود الورقة نعدلها حسب الإجابة مالتنا نضغط صح لاحظ شلون بيّنت الورقة واضحة جدا حتى إنه إذا نارة ما عندك تطلع الورقة بهذا الشكل نقول صح وأيضا تقدر تحفظها تأشرها تحددها وتحفظها إلى المعرض دس سويلها مشاركة ونفس الوقت ممكن يصير عندك مشاكل احفظها داخل المعرض هذه الإجابة مالتك ترفعها بدون ما تحولها إلى PDF بدون ما تحولها إلى PDF وترفعها وتكون الإجابة واضحة من نسحبها واضحة جدا وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر